اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات المحاسبة المالية النهاردة ياولاد هنكلم سنة تالتة شعب التسويق هنتكلم عن الشركات المساهمة هنكمل مع بعضينا لو اتأخر حد من المساهمين عن سدد احد الاقصاد ولو سدد ولو بيع افكركم بالي انا قلته في الحلقات السابقة انا عارف ان انتم مركزين معايا جايبين كاشكولكم والألمكم والقالة الحزبة ومركزين معايا على عدد الاسهم المتأخر ايه فيها المساهم او ازاي بنجيب المكتتب والمخصص بص اولاد لو حد اتأخر في قصد بتأخر في الاقصاد التالية ان لم يسدد برافو عليكم يعني ينفع حد اتأخر في الاكتتاب يا مستر ايمن لا مينفعش حد اتأخر في الاكتتاب طيب ممكن اتأخر في التخصيص اه ممكن اتأخر في التخصيص ولا اتأخر في التخصيص تأخر في الاول وفين وفي الاخير طيب لو جاب لي في المسألة كلمة مكتتب لو جاب لي في المسألة كلمة مكتتب وهو من المؤسسين اقول له شكرا هم هم عدد الاسو طيب لو جاب لي من المكتتبين لازم اجيب له المخصص افكركم بالقانون يلا نقول القانون بتاع لو هو مكتتب انا هجيب له ايه مخصص هجيب له المخصص ازاي معايا فاكرين القانون يبقى نجيب المخصص للمساهم المتأخر بيساوي فاكرينه ولا مش فاكرينه مي مستر ايمن بيساوي ايه بقى عدد الاسو المتأخر فيها في المصدر المكتتب فيه كنت بقول صد على ايه ولاد على كيف بص ركزة معايا بقى عدد لو قال لي مكتتب ولا يوجد زيادة يبقى كما هي لو قال لي مكتتب ومن المؤسسين يبقى كما هي طيب لو قال لي مكتتب بس فيه زيادة ومن المكتتبين يبقى لازم نجيب له ايه المخصص يبقى خلي يبقى لكم من الحالة دي الحالتين دول عاديين لو قال لي مكتتب وما فيه زيادة يبقى هي هي يعني مكتتب في الف وخمسمية وما فيه زيادة يبقى هما هما الالف وخمسمية طب مكتتب في الفين وهو من المؤسسين يبقى هما هما الالفين لكن فيه زيادة وهو مكتتب مثلا في الف وخمسمية يبقى لازم اجيب له المخصص تطلع الف تطلع خمسمية تطلع زي ما تطلع حلو خلص تيجي مع بعضينا بقى ندي امثلة على الكلام ده معانا عالشاشة نقرأ المسألة ونحلها مع بعضين. بيقول لي ايه? اصدرت احدى الشركات المساهمة خمسين الف سهم. يبقى عدد الاسهم كام يا مستر ايمان خمسين الف سهم. كل ما الاسمية كام? مية جنيه. بس انا بحب اجيب اربعين جنيه قسط اكتتاب. عشرين جنيه قسط تخصيص. عشرين جنيه قسط اول وايه? واخير. انا بحب اجيب يا اولاد قسط اول وقسط اخير لوحده عشان ادربكم على التأخير. تم الاكتتاب في ستين الف سهم. ووزعت الاسهم بالتناسب وردت الزيادة لايه لاصحابها? بيقول لي ايه بقى? طلبت الاقصاط وسددت في مواعدها. فيما عدد قسط الاول تأخر مساهم اسمه طارق. كان مكتتب في كام في ستمائة سهم. ده تأخر في قسط يا اولاد الاول. اسمه طارق وكان مكتتب وفي زيادة. يبقى انا لازم اجيب ايه? المخصص برافو عليكم. وفي قسط الاخير تأخر مساهم تاني اسمه مرعي بس مخصص ليه تلتمائة سهم. يبقى ده جاهزة مخصص يبقى جاهزة. طيب بعد كده تم التصرف مع المساهمين المتأخرين كالآتي. المساهم طارق مع فلوس فسدد المستحق عليه بالاضافة لخمسمائة جنيه فوق التأخير. لكن اسهم مرعي. بيعت اسهم المساهم مرعي. بسعر كام? تلاتين جنيه. وبلغت مصاريف البيع كام متين. وفوائد التأخير تلتمية. وتم تسوية حساب المساهم بشيك مع الايه? مع البنك. المطلوب كيود الايه اليومين? تعالوا بقى نجيب المسألة نلخصها مع بعضين كده ورق او قلم. وقالتكو الحزبه ومعايا. يلا ياولاد. رأس المال كام? يلا اهو. بيقول لي ايه بقى? في نجيب الشاشة. بيقول لي رأس المال مش موجود. برافو عليكم. طيب عدد الاسهم خمسين الف. القيمة الاسمية مية. السمهم همه. اربعين وعشرين وعشرين وعشرين. مجموحهم مية. وراح قال لي تم الاكتتاب. تم الاكتتاب في ستين الف. حلو. الاول هو مش مدين رأس المال يا ايمن اهو. موجود عندي اهو ياولاد. خمسين الف. في. القيمة الاسمية مية. هيساوي خمسة مليون جنيه. لكن احنا شغلانا كله هيبقى على عدد الايه ياولاد? عدد الاسهم. عدد الاسهم خمسين الف. حلو خلص. ركزوا في اللي انا اقولوا بقى. في مؤسسين ولا مفيش مجابش سيرة مؤسسين يبقى شكر. وانا في المكتتبين قلنا بنعمل تلات سلالة. مصدر. الوساط. ومكتتب فيه اللي هو كاف. والفرق بينهم اللي هو الايه? الزياد. طب المصدر هم خمسين الف هم. احطهم هنا خمسين الف. نرجع للشاشة بقى. تم الاكتتاب في كام يا مستر ايمان نقرأ كده من على الشاشة. فبيقولي في ايه عليم تأنم. تم الاكتتاب في كام ستين الف سهم. ووزعت الاسهم بالتناسب وردت الزيادة. يبقى بدل ما ياخدوا خمسين خدوا كام يا مستر ايمان ستين الف. بنحط هنا ستين الف ياولاد. اهو جايب لي كام تم الاكتتاب في ستين. يبقى بدل ما ياخدوا خمسين خدوا كام ستين. نروح حطهم في كاف. اهي معايا كده. يبقى بدل ما نحط خمسين هنحط كام ستين الف. يبقى فيه زيادة كام يا مستر ايمان. الزيادة تبقى عشر تلاف سهم. هم خمسين اولاد. مفيش مؤسسين. شكر. طيب المكتبين المفروض ياخدوا خمسين. هو جاب لي في التمارين خدوا كام? ستين. يبقى فيه زيادة كام? عشر تلاف ايه? سهم. سهم. لو بالجنيه كنا بنجيبها ازاي? بنقسم على قسط الايه? اللي اكتب. حلوة خالص. طيب. الحتة اللي بعديها بيقول لي ايه? طلبت الاقصاد. ايوة. وسددت في موعدها. معادة القسط الاول والاخير. تأخر مين? طارق. كان واخد كام سهم ستمية. ده كان مكتتب. فانا بجيب له حاجة اسمها ايه مستر ايمان مخصص للمساهم. طارق ده كان واخد ستمية سهم. يبقى المخصص للمساهم طارق. كان واخد ستمية. بضربه في ايه مستر ايمان? اجيب لكم التمهيد اهو. بضربه في المصدر على المكتتب فيه. المصدر اللي هو كام? خمسين الف. والمكتتب فيه اللي هو كام? ستين الف. يبقى نضرب فيه خمسين الف. عملها لكم اهيب لون تاني عشان تبقوا معايا. خمسين الف. على ستين الف سهم. هنعملها تطلع خمسمية سهم. يبقى طارق ده هتأخر في القسط الاول. والاخير في خمسمية سهم. ماشي. جي واحد اسمه مارعي بقى. بس قال لي مخصص له تلتمية سهم. يبقى هم هم ولا مش هم 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 هم. ليه يا مستر ايمان عشان هو جابوه لي كلمة ايه? مخصص. مخصص ليه تلتمية ايه سهم. طب مارعي ده. هيسدد ولا هيبيع. تعالي نرجع للشاشة فبيقول لي ايه بقى. تم التصرف مع المساهمين المتأخرين كالقاتي. المساهم طارق سدد. يبقى ده طارق ده هيسدد. وهيدفع خمسمية جنيه فوائد تأخير. لكن مارع ده هيبيع. سعر البيع تلاتين جنيه. ومصاريف البيع متين. في فرق اولاد من مصاريف البيع وسعر البيع. سعر البيع ده اللي بنضربه في عدد الاسهم اللي هم التلتمية بتوعهم. لكن المصاريف البيع بنخطها كما هي. وكمان في فوائد تأخير تلتمية جنيه. في فوائد لطارق عشان هيسدد وفوائد لده عشان هيسدد لوحدين. طيب. تيجي نعمل مع بعضين القيود بقى يا مستر ايمان. هنا مفيش مؤسسين ياولاد. في ايه مكتتبين. يبقى خلي بالكم عاية. يبقى مشان نعمل قدين بتوع قصة الاجتتاب عشان مفيش مؤسسين. يبقى قصة الاجتتاب هيكون في قدين قيد بالمكتتب فيه اللي هو ستين الف. وقيد التاني بكام? ممتاز. بخمسين الف. وهو قال لي ردت الزيادة ولا حجزة الزيادة? ردت. يبقى انا هعمل قيد رد الايه الزياد. يبقى قصة الاجتتاب هنا يبقى له قدين وقيد رد الايه الزياد. مفيش قدين تاني للمؤسسين عشان ما جابش سيرة مؤسسين. طيب. قصة التخصيص محدش هيتأخر يبقى عمله قدين. طب قصة اول. القد الاول بتاع الطلب عادي وقصة التاني اللي هو التحصيل هنفتح قوس ونأخر الخمسمية بتوع طارق. طيب. وقصة اخير. الاولاني عادي خالص نطلب كل الاسم. لهم خمسين الف. وفي التحصيل هنطرح الاتنين. الخمسمية والتلتمية اللي هم كام تمنمين. والسداد نعمل كام قيد. نعمل قيد. والبيع نعمل كام قيد. تلاتة. اخدناهم الحلقة اللي فاتت. لو انتم ملاحظين. لو انتم ناسين حاجة ارجعو لها على اليوتيوب. او على صفحة البرنامج. هتلاقوها. وهترجعوها. يبقى السداد قيد. والبيع كام قيد. تلاتة. تعالوا بقى نحل مع بعضينا قيد الاقصد. انتم حفظينا. يلا نقولهم مع بعضينا اولاد. طبعا بنسطر حاجتنا. مبينسيبش حاجتنا كده. يلا اولاد. هنعمل قسط الاكتتاب. انا سامع ولد شاطر ممتاز بيقول معيه. من حساب البنك. الى حساب قسط الاكتتاب. هقول ايه مستر ايمن? اكتتاب. فيه. مفيش مؤسسين يبقى احنا دخلنا على المكتتبين. يبقى هنجيب التمهيد نرجع للتمهيد. هناخد ستين ولا خمسين ولا العشرة. برافو. هناخد الكبير. اللي هو المكتتب فيه ده القيد الاول. والخمسين في القيد التاني. ورد الزيادة في القيد الايه التالت. يبقى نقول اكتتاب فيه. كام? ستين الف. في قسط الاكتتاب كام باربعين. ستين الف فاربعين. اروح انا عامل على الالة اتنين مليون وربعمائة الف. يبقى انا قلت ايه تاني يا ولاد? من البنك القسط الايه الاكتتاب. تعالوا مع بعضينا نعمل القيد التاني. ايوة من حساب قسط الاكتتاب. الى حساب رأس الايه المال. شرح القيد اقول اصدر. هل هاخد الستين يا مستر? قال لي لا تاخد الخمسين. اشمعنا عشان ده المصدر. لكن ده المكتتب فيه. خمسين الف في كام يا مستر ايمن فاربعين. هتطلع اتنين مليون جنيه. يبقى انا شايف ولد شاطر مركز معي وفهم انا بعمل ايه? القيود مفاش مشكلة يا ولاد انتو حافظينها من الحلقة الاولى. اللي هي من البنك القسط الاكتتاب بالستين. ده 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 بكاف. وده بساط هنعمل بقى الزيادة. يلا البنت الممتازة. هجر. ايوة قولي يا هجر انا سامعك. هتقولي ايه? برافو. من قسط الاكتتاب للبنك. رد الزيادة كام عشر تلاف? في كام فاربعين? تطلع باربعمائة الف. شاطرين شبابنا وبناتنا اللي قاعدين قدام الشاشة وبيراجعوا معايا شاطرين. يبقى احنا عملنا القسط الاكتتاب قم قيد تلات خيود يا مستر ايمن. نقولهم تاني مع بعضينا كده معايا? يلا. هنقول التلات قيود. اللي هما ايه التلات قيود? من البنك لقسط الاكتتاب. برافو عليكم. بالستين الف. بعد كده من قسط الاكتتاب الى حساب رأس المال بالخمسين الف. ورد الزيادة من قسط الاكتتاب للايه? للايوة للبنك. رد زيادة عشر تلاف في كام فاربعين. هنعمل بقى قدام قسط التخصيص محدش هتأخر في قسط التخصيص. يبقى نعملهم كلهم بالخمسين الف. في العشرين. يلا مع بعضينا نعمل قدام لقسط التخصيص. الولد الشطر اللي هيقول معايا هو نسمعه. يلا هنقول ايه? برافو. من قسط التخصيص. الى حساب رأس المال. وهقول ايه يا مستر ايمن طلب? الكم بقى طلب? ايوة الخمسين الف. في كام? في عشرين. بتوعي لعشرين? بتوع قسط التخصيص. يطلع مليون جنيه. من البنك لقسط تخصيص. هقول ايه? تحصيص. خمسين الف في عشرين. ما حدش اتأخر يا مستر ايمن. يبقى خمسين الف في عشرين يبقى هيدفعه المليون جنيه. طيب. هنعمل قسط ايه? قسط اول واخير. هنعمل له كام قيد. ايوة هنعمل له قدين. يلا اقولوا معي. من حساب قسط اول الى حساب رأس المالي. الاخير اللي واحده. يبقى قسط اول لوحده. طلب. كام يا مستر ايمن? الخمسين الف. برضو في العشرين. طب ما بتأخرش احنا اتفقنا يا ولاد ما بتأخرش في قد الطلب. هيطلع بمليون جنيه. يلا الشاطر معي بقى كده. يلا يا احمد. سامعك. لأ مصطفى اللي قال هول مراتي. برافو يا مصطفى. هقول من حساب ايه? من حساب البنك. الى حساب قسط اول. هقول ايه بقى? تحصيل. تحصيل. ركزوا معي بقى اولاد. هقول تحصيل. خمسين الف. ناقص الخمسمية. الله. بتقول يا مستر ايمن الخمسمية بتقول له احد اللي اتأخر اللي هو كان اسمه استسطارق. يبقى خمسين الف ناقص خمسمية. في كام يا مستر ايمن في عشرين? هيطلعوا تسعمية وتسعين الف. واحنا اتفقنا من الحلقة اللي فاتت يا ولاد. بقول خمسين الف ناقص خمسمية بيساوي الاول في كام في عشرين. كده اتأخر في قسط اول وايه? اول بس. طب ما في واحد تاني يتأخر يا مستر ايمن في قسط اخير. يلا نعمل له قسط اخير. كده قسط الاخير يا ولاد. هيتأخر واحد ولا هيتأخروا اتنين? هيتأخروا اتنين برفو عليكم. يلا بقى. نعمل قسط اخير. يبقى من حساب قسط اخير. الى حساب رأس المال. هطلب. الخمسين الف برضو في كام يا مستر ايمن في عشرين بمليون. يلا. عايز حد بقى من الشباب اللي صاح معايا يقول لي القد سهل انتو عارفينكو كلكو هتقولوا من البنك لقسط اخير. انتو شاطرين القيد. عايز بقى ولد شاطر يقول لي تحصيل. خمسين الف. ناقس كام? في عشرين. يلا. الشاطر بقى كده انا هسكت كده سنة. واقول لكم. هو في القسط الاخير. واحد اللي هيتأخر ولا اتنين. في واحد اتأخر يا مستر ايمن اسمه مرعي واخد تلتمية. بقى نطرح تلتمية. لا. عشان كان في واحد قبليه اتأخر. واحنا متفقين. اللي بتأخر في قسط بتأخر في اللي بعديه. افتكروه كده. حد بتأخر في قسط يبقى هيجي القسط اللي بعديه يتأخر. يبقى خلي بالكم يا ولد. خلي بالكم. اللي بتأخر في قسط اللي خمسمية دول هتأخره في الاول هتأخره في الاخير. يبقى خمسمية. وفي واحد تاني هتأخر بتلتمية. يبقى في القسط الاخير هنطرح خمسمية ولا تلتمية ولا تمنمية. ممتازة ممتازة. تمنمية. بتوع القسطين اللي هم ال 500 وال 300 يبقى لقول ناقص كام يا مستر ايمن هنا 800 بتوعيه 800 بتوعيه 500 بتوعيه طارق وال 300 بتوعيه عمار عين يبقى لما يتأخروا هيتأخروا في كام يا مستر ايمن في 800 في 20 هنعملها ازاي بقى نقول 50 الف ناقص 800 يساوي في 20 هتطلع 984 اربعة وتمانين الف جنيه 984 حلو يا مستر ايمن طيب هل المسألة خلصت كده اولاد لا ده لازم نعرف هل هيسدد ولا هيباعه فهو قال لي في المسألة طارق ده سدد طارق سدد يبقى عمل له قيد السدد قيد السدد من اللي يقوله معايا ممتاز يلا اقوله معايا من حساب البنك الى مصورين اللي هيسدد كان متأخر في الاول يبقى يدفع قسط اول وقسط تأخير وفوائد تأخير برافو عليك طيب والبيع البيع كام قيد ثلاثة من حساب المساهم الى حساب من مصاريف البيع للبنك ومن البنك الى مصورين ونشوف المساهم فوق ولا تحت ونسدد له او نتفعر تعالوا نعمل السدد الاول مع بعضينا وبعد كده نعمل الايه البيع يلا مع بعضينا نعمل السدد فبيقول ايه مين اللي سدد طارق كان واخد كمسة خمسمائة كما اتأخر فاني قسط برافو قسط الاول والاخير يبقى نعمل قيد السدد اهو نعمله الواحد هيسدد فين يا مستر ايمان في البنك يبقى اول من حساب البنك الى مصورين هيدفع ايه يا ولد بص هيدفع تلات حاجات هيدفع قسط اول هو كان متأخر في خمسمائة سهم وتمن القسط الاول عشرين يبقى يدفع لي عشر تلاف جنيه ويدفع لي كمان قسط اخير اللي هما كان خمسمائة برضو في عشرين طب ليه ما عملتش ثمنمائة هو هيسدد عن نفسه بس يا ولد ملوش دعوه بالتانين بعشر تلاف ويدفع فوائد تأخير هو متدالي في المسألة خمسمائة حد فاكر اجيب رقم البنك ازاي بضرب لا لا بضرب في البيع لكن في السادات بعمل ايه بجمعهم يبقى هو عليه كم كده يا مستر ايمان عليه ايوه عشرين الف وخمسمائة واقول سادات المساهم طارق المستحق عليه يبقى جبت البنك ازاي جمعت عشر تلاف زايد عشر تلاف زايد خمسمائة دفقد الايه السادات يبقى السادات كان ليه كم كده يا مستر انا سامعك بتقولي معايا ممتازة السادات لكد واحد من حساب البنك الى مسترين قصت اول وقصت اخير وفوائد ايه تأخير تعالوا بقى نعمل البيع البيع هيبقى له كم كده يا مستر تلاتة من مصاريف البيع لحساب البنك برافو ومن حساب البنك الى مسترين واشوف هيطلع عليه فلوس ولا عليه فلوس وبعد كده لو طلع عليه فلوس يبقى من المساهم للبنك ولو عليه فلوس ايوة من البنك للايه للمساهم تعالوا نعمل اول قد يا مستر ايمان هنقول ايه برافو ممتازين من حساب مصاريف البيع الى حساب البنك شرح القد اقول ايه ازبات مصاريف البيع بكم مصاريف البيع مدهلي في المسألة يا مستر بمتين جني اهي متين جني تعالوا بقى للي جاي يا ولد بنقول ايه حساب البنك وركزوا بقى بعمل مربع في البيع بعمل مربع هم كم سهم بتوع الرجل اللي هيبيع ده الساس مرعي تلتمين فيه بيعنا السهم بكام يا مستر ايمان بتلاتين تلتمية في تلاتين بتسعة تلاف جني يبقى بضرب ايه يا مستر بنضرب عدد الاسهم بتوعه في سعر البيع الى مزكري هناخد منه ايه يا مستر ايمان بصوا ليه هناخد منه الاقصاط اللي متأخر فيها ومصاريف البيع وفوادي التأخير ولو يتبقى له فلوس حلو هو كم متأخر في قصة التخصيص لا كم متأخر في قصة اول لا كم متأخر في قصة ايه اخير يبقى نكتب قصة اخير التلتمية في عشرين يبقى عليك ستة الاف جنيه يا مرعي وعليك كمان مصاريف البيع فين مصاريف البيع هو ايه اللي هي عليها في المسألة ماتين جنيه يبقى نكتب ماتين جنيه وعليك فوائد تأخير كان ايه اللي فوائد التأخير في المسألة تلتمية كده هيتبقى له فلوس ولا هيتطلع عليه فلوس اولاد نشوف احنا بيعنا بكام بتسعة يبقى هو ليه تسعة طب عليه كام عليه لمجمع دولة هيطلعوا ستة خمسمية يبقى هو ليه تسعة طلع عليه ستة خمسمية كده هيتبقله فلوس ولا مش هيتبقله برافو هيتبقله اطرح ده من ده هيتبقى الفين وخمسمية تحطوا هنا ولا هنا تحطوا هنا يبقى هنحطهم هنا الفين وخمسمية هم هم هرفتوا الفين وخمسمية دولة بتققى ايه لما طرحت مجموع دولة من ده واقول حساب المساهم واكتب اسمه مرعي يبقى كده تبقله فلوس ولا ما تبقلهش فلوس تبقله فلوس يبقى هعمل القد بتاع الفلوس اللي هياخده فاضل القد في المسألة دي بس يا ولد يلا نعمله مع بعض يبقى هيتبقله فلوس يبقى قول من حساب المساهم مرعي الى حساب البنك يبقى هو كده تبقله ايه فلوس يبقى قول من حساب المساهم مرعي الاحساب الايه البنك بكم يا مستر ايمن بالفين وخمسمائة جنيه واقول ايه بقى ايوه رد باقي تمن البيع للمسائل عرفنا الالفين وخمسمائة جملين كان لي تسعة الاف وكان عليه ستة خمسمائة يبقى بقى ايه له الفين وكم يا مستر ايمن الفين وايه وخمسمائة جنيه هو اللي ايه هياخده تعالوا بقى نشوفك الحل ده بقى على الشاشة عشان يبقى معاكو كمان لما تحبوا ترجعولو في البيت او اي حاجة عدد الاسهم كانوا كام خمسين الف سنة كما الاسمها كام يا مستر ايمن مين طيب الاسهم المكتتب فيها كام ستين والمصدر خمسين يبقى في زيادة كام يا مستر ايمن عشر تلاف جنيه ردت ولا حجزت قال لي ردت الايه الزياد طيب طريق ده كان مخصص يبقى انا بجيب له الايه كان مكتتب فانا بجيب له المخصص بضرب الستمية في خمسين الف عالستين الف وطلع وخمسمية تعالوا اعمل الكيود اهيه مكتوبة قدامكم يا هولد يلا نقولها مع بعضين من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب واقول ايه اكتتاب المكتتبين في كام الف ستين الف فاربعين يبقى اتنين مليون وربعمية الف قد اللي بعدين من قسط الاكتتاب لرأس مال الاسهم اصدار خمسين الف في كام فاربعين باتنين مليون قد اللي بعدين بقى من قسط المكتتبين الى حساب الايه البنك رد الايه الزيادة اللي هما كان برافو عشر تلاف في ايه اربعين نعمل قسط التخصيص محدش هتأخر في التخصيص فاقول من قسط التخصيص لرأس المال طلب قسط التخصيص خمسين الف في كام في عشرين قد اللي بعدين من حساب البنك الى حساب قسط الايه التخصيص تحصيل أيوة 30 ألف كلهم في كام في 20 محدش اتأخر تعالوا القسطة أول وركزوا معي من حساب قسطة أول وأخير إلى حساب رأس المال الأسهم أيوة 50 ألف في كام في 20 قد اللي بعديه من حساب البنك إلى حساب قسطة أول تحصيل القسطة عن 50 ألف ناقص الـ 500 بتوعي الـ 500 اللي تأخر فيهم في 20 القد اللي بعديه من حساب قسطة أخير إلى حساب رأس المال الطلب عادي خالص في التحصيل بقى قلنا من حساب البنك إلى حساب قسطة أخير تحصيل 50 ألف ناقص التمنمية بتوعي الـ 800 اللي هم الاتنين اتأخروا في 20 اللي هو 8 قسط تعالوا بقى اللي سدت دوت عملنا إيه يا أولاد قلنا من حساب البنك إلى مازكورين قسطة أول وقسط إيه أخير وفوق التأخير كمعناهم قسطة أول 520 بـ 10 ألف وقسط أخير 500 في عشرين بـ 10 ألف وفوق التأخير 500 بـ 10 زائد 10 زائد 500 بقى وعشرين ألف وكام وخمسمية ده السدد لكن البيع كان ليه 3 قيود من مصاريف البيع للبنك ومن البنك إلى مازكورين 8 البيع بقى 330 بـ 9 ألف هناخد منه قسط أخير اللي هم 300 في عشرين وناخد منه مصاريف البيع 200 فوقت التأخير 300 بقى 6 ألف من 9 ألف يبقى بقى إله 2500 نكتب المساهم إيه مراعي آخر قدها يبقى من المساهم للإيه للبنك بقى 2000 وكام وخمسمية تعالوا نعمل مع بعضينا تمرين تاني بس نركز مع بعضينا فيه شوية حلو عشان ده فيه شوية أفكار حلوة ولد فبقل إيه أصدرت إحدى الشركات المساهمة عدد من الأسهم قيمتها 2 مليون جنيه يعني رأس المال 2 مليون جنيه مقسم إلى أسهم القيمة الإسمية 100 جنيه 40 جنيه قسط اكتتاب و40 جنيه قسط تخصيص و20 جنيه قسط أول وأخير أنا مش عاملكوا أول وحده وأخير وحده عشان خلاص بقى خلاص احنا نبدأ ربه يبقى 40 قسط اكتتاب و40 تخصيص و20 أول وأخير فإذا علمت أن تم الاكتتاب في 120 ألف سهل 120% 120% من الأسهم المصدرة وتم التخصيص النسبي بين المكتتبين وردت قيمة الزيادة لأصحابه بيقول لي عند سادات قسط التخصيص تأخرت المساهمة رحمة مكتتبة في كام في 2400 سهم مكتتبة وحط لكم تحتها خط وفي زيادة يبقى هنجيب ايه؟ المخصص طيب وعند قسط سادات قسط أول وأخير تأخرت المساهمة هاجر وكان مخصص يبقى جاهزة ألف سهم سددت رحمة المستحق عليها مع فوق التأخير كام 500 جنيه وتم بيع أسهم هاجر سعر البيع 50 جنيه وبلغت مصاريف البيع ألف وفوقت التأخير كام يا مستر أيمن 200 جنيه المطلوب كيود اليوميه تعالوا كده نكتب تاني المسألة من الأول كده أولاد يلا مع بعضين رأس المال كام اهو 2 مليون جنيه القيمة الاسمية كام يا مستر أيمن مية بنكتب هوا مع بعضين أولاد انا شايف الشباب الحلو الممتاز ده اللي عايز يجيب مجموع كتب لرأس المال 2 مليون القيمة الاسمية مية قسم المية 40 واربعين وعشرين ده اكتتاب ده تخصيص ده أول وأخير وقل الاجتتاب بنسبة مية وعشرين في المية وردت الزيال حلو طب أنا عندي يا مستر أيمن رأس المال والكام الاسمية ناقص عندي عدد الاسم طبعا خلاص انتوا بقيتوا ممتازين في عدد الاسم هنقسم رأس المال الاثنين مليون على المية يطلع عشرين ألف سهم ماديش أولاد للمؤسسين اللي ما يقول في المسألة هو ما عطاش للمؤسسين خالص ما قال ليش في القطعة ان في مؤسسين طب وانا في المكتتبين يا مستر أيمن قلنا هنجيب ثلاث سلالة سات وكاف وزين مصدر مكتتب فيه وزيادة المصدر كام هم عشرين ألف حط هنا العشرين ألف طب نرجع للشاشة كده هو تم الاكتتاب في كام نرجع للشاشة فقال لي ايه بقى في الشاشة تم الاكتتاب في مية وعشرين في المية من الأسهم المصدرة وتم تخصيص النسب بين المكتتبين وردة الزيادة يبقى اكتتبوا بنسبة كام يا مستر أيمن مية وعشرين في المية يبقى نضرب ايه يا مستر أيمن عشرين ألف في مية وعشرين على مية هتطلع كام يا مستر أيمن تطلع أربعة وعشرين ألف كده يبقى فيه زيادة وانا ما فيه زيادة قال لي آه يبقى فيه زيادة أربعة تلافسة جبت مننا الاربعة وعشرين الف مقالب نسبة موعة يبقى ده القد الاول يا ولات وده القد التاني وده قد ايه الزيادة طيب حد تأخر قال لي اه في واحدة اسمها رحمة ورحمة دي كانت مكتتبة وفي زيادة يبقى لما يكون في حد مكتتب وفي زيادة اعمل ايه اجيب له المخصص برافو عليكم طيب مكتتب ومن المؤسسين ما جيبش عشان مؤسسين ما بيكتبوش بالزيادة طيب مكتتب وما في الزيادة ما جيبش هجيب ازاي هو هو نفس الاسم طيب لكن الرحمة دي كانت منين من المكتتبين وفي زيادة كانت واخدى كمسة واخدى 2400 سهل فانا هجيب لها المخصص حد فكر قانون المخصص ممتاز هتدي لك هدية بعد الحلقة برافو انت قاعد معي مركز المخصص انت قلت يا مستر هناخد عدد الاسهم نضربها في المصدر على المكتتب فيه فصاد على كيف يبقى هو اتأخر في الانفين واربعمائة هنضربهم فصاد اللهم عشرين الف على المكتتب فيه اللهم اربعة وعشرين الف سهم يبقى رحمة دي تأخرت في الفين سهم اتأخرت فيها مستر ايمن اتأخرت في التخصيص واللي بيتأخر في التخصيص بيتأخر في الاول والاخير طيب عندنا حد تاني تأخر قال لي اه في واحدة اسمه هاجر بس دي تأخرت في الاول والاخير ودي كان مخصص لها الف سهم مخصص جاهزة ولا مش جاهزة يا مستر جاهز يبقى فيه حد تأخر في الفين يا ولاد وحد تأخر فيه في الف بس ده تأخر في التخصيص والاول والاخير وده في الاول والايه والاخير يبقى في التخصيص الفين بس في الاول والاخير بقول اتنين مع بعض في كام بتلات تلاف انتو خلاص ركستو معايا في الايه في الموضوع ده. طب مين اللي سدد? ده سدد رحمة سددت ودفعت فوائد تأخير خمسمائة جنيه. لكني خمسمائة جنيه فوائد تأخير يا ولد. لكني هاجر ايه اللي حصل لهاجر بقى? بيع. سعر البيع خمسين. مصاريف البيع الف. والفوائد متين. يلا بقى نعمل القيد مع بعضينا كده. علشان نبقى مركزين. طيب هنعمل قام قيد. هنعمل يا مستر ايمن. ايوة برفع عليكم. هنعمل قدين. لايه? لقسط الاكتتاب وقيد رد الزياد. وقسط التخصيص اتنين بس القيد الاولاني طلب كله التخصيص. ايوة نطرح الالفين بتوع رحمة. والاخير نعمل اتنين ونطرح الالفين والالف. الالفين بتوع رحمة والالف بتاع مين بتوع هاجر. السادات قيد. والبيع كم قيد? تلاتة. هحل يا ولاد. ولو نفرض ان حلقتنا خلصت قبل ما نكمل حل المسألة. عايزكوا تحلوها وتبعتوها لي. على صفحة البرنامج او على اليوتيوب او على التعليقات. علشان اتأكد ان انتم متابعين معايا وماشيين معايا اول بول. واحنا مستعدين نجاوب على اي سؤال حضراتكم بتبعتوه هاجاوبوا في الحلقات اللي بعد كده بازن الله. يلا مع بعضينا يا ولاد. يبقى احنا نعمل الكيوط بس معلش عاملها بسرعة شوية عشان وقت الحلقة قرب معايا ينتهي. يبقى انا هعمل كده. من حساب ايه يا مستر ايمن يلا مع بعضينا. من حساب البنك. الى حساب قسط الاكتتاب. شرحوا القد اقول اكتتاب. فيه. ايوة. اربعة وعشرين الف سعب فاربعين. خمسة مليون خمسمية وستين الف. خمسمية وستين الف. يلا القد اللي بعدها مستر ايمن. من حساب قسط الاكتتاب الى حساب رأس المال. هقول ايه. اصدار. هناخد المصدر. لهم عشرين الف فاربعين. يبقى دولة تسعمية وستين الف. ودولة تمنمائة الف. هنعمل بعد كده قد رد الايه الزيادة. يلا يا مستر ايمن. فاكرين كده رد الزيادة ولاد برافو عليكم. من حساب قسط الاكتتاب الى حساب البنك. رد الايه الزيادة. الزيادة كام يا مستر ايمن. اربعة تلاف. في اربعين. بمية وستين الف. طب يا مستر ايمن. كده بعد كده قسط التخصيص هنعمل له كم قيد. قسط التخصيص هنعمل له كدين. برافو عليكم. وقسط اول واخير هنعمل له كدين. والسادات قيد. والبيع لي كم قيد تلات قيد. خلي بالكم في التخصيص هتتأخر رحمة بالفين بس. في الاول والاخير هيتأخروا الاتنين مع بعض بكام? بتلات تلاف مع بعض. طبعا انا بشكركم على انتباهكم. وعلى تركزكم طور الحلقة. انا عارف ان انتم عايزين تجيبوا مجموع. فانا بشكركم. بشكر كمان قطاع التعليم الفني. اللي موفل لنا. كان انا احنا نزاكر واحنا عادين في البيت. ونراجع. ونحل مسائل كتير. بشكر قطاع التلفزيون. السادة المخرجين والمعدين اللي بيخرجونا الحلقة بشكل مميز وجميل. عشان نستفات. ونرجع لها كمان تاني. لما نحب نزاكر. بشكر حضراتكم. وإلى ان نلتقي في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الى اللقاء.